اليوم كلنا سنعرف ان الحرب بين امريكا وايران هذه هي الحرب هي ما معلنة صالها 40 سنة امريكا ترفع شعار ايران محور الشار و ايران ترفع شعار الموت لامريكا وكل ما يحدث بينهما هو معروف من 1979 و الى اليوم احنا في 2024 امريكا اخلت قراراتها بالمواجهة واليوم انا على المستوى الشخصي لا اتفاجأ اذا حدثت مواجهة بين امريكا وايران في الاسابيع او الاشهر القادمة اني من خلالك مواجهة مباشرة يعني خوش من خلالك دكتور قصي عندي رسالة الى الاخوة بفصائل المقاومة العراقية انتو كلكم تعرفون اللي يشتغلون معاكم هم اخوتنا ولد عمنا ولد خاردنا ولد عمتنا ولد قرائبنا ولدنا ابنانا انا اللي اقول انتم اثبتتم ان لديكم امكانيات وروح قتالية اعلى من السلاح هذه القوة وهذا الاسرار وهذه النخوة وهذه العزيمة يجب ان تترجم لصالح العراق وتكون قوة مضافة الى قوة العراق هذه الارادة يجب ان تعمل على بناء دولة هذه الارادة يجب ان ترد معتد ايراني او تركي او امريكي او بريطاني او خليجي على العراق هذه الارادة يجب ان تكون ارادة موجه عراقية وطنية حرة ابية خالصة هذه القوة التي تمتلكونها والاسرار والايمان يجب ان تكون للعراق وليس لاي طرف اجنبي اخر مهما كان الاخر ومهما وعدك الاجنبي هذا بندك ماكو دولة بالعالم تقاس بالعراق وماكو قوة بالمقاومة بالجيش وبالحشد وبالشرطة وبالاستخبارات وبالداخلية وبالدفاع مثل القوة العراقية دعوها ان تكون قوة عراقية من اجل العراق وانتهوا مما كنتم وما كنا فيه الى كالتعليق دكتور قصي سيد العزيز انا اضم صوتي الى صوتك اليوم كل قطرة دم عراقية هي قطرة دم مقدسة لدينا كل شاب عراقي اليوم هو مقدس بالنسبة انه وبالنتيجة علينا ان نبعد العراق عن الملفات الاقليمية الشائكة نحن بلد منهك نحن شعب منهك نحن نبحث عن الاستقرار بعد اربعين او خمسين سنة من الاستقرار يجب ان نتعلم ان نكون سياسيين وقبل هذا يجب ان نكون عراقيين ونضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار هذه ايران كل احنا نعرف ان ايران تسلح كل الفصائل في الكرة الارضية اللي هي حليفة الها اليوم بالنسبة قدمت قلت انا ما عندي اي علاقة بهم وكتاب رسمي ما عندي اي علاقة بهم ولا اعرفوا ولا اعرفوا ايه تمام خذرت الجميع انا سويت حنقة بهذا الموضوع ولكن شنو معنى معنى انه ااني اضع مصلحة ايران فوق كل شيء طبعا اليوم مصلحة النظام الايراني فوق كل شيء وهذا الولد لازم يفتهمون بالمقاومة مصلحة العراق لازم يفتهمون في فصال المقاوم ايران وحكامها ايران مقدسة بس ولد الخائبات تشتغلون بهم ومنزله الحسين العباس انا ياهو مالتي قرارهم مستقل مالهم علاقة يظلون يدقون ببلد الخائبة وهو نايم وساد الباب على شابه وقاعد وانا الضحية كل عمري يضحك عليها ولكن التاريخ كله هان البطولة